مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله نستعرض سويا لنشر جوية خاصة الأحوال الجوية غير المعتادة في كل من بلاد الشام والسعودية ومصر مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية وهذه الصورة بنلاحظ أن منطقة شمال السعودية وشرق البحر المتوسط وأيضا منطقة مصر تتأثر بحوض علوي بارد وأيضا تلتقي مع رياح موسمية دافئة هذه الحالة ينتج عنها حالة من عدم الاستقرار الجوي وبالتالي هناك فرص لسقوط أمطار متفرقة وبالتالي عند استعراضنا لأماكن الهطول في الجزيرة العربية وهذه المنطقة نلاحظ أن يوم الأحد ستغطل زخات رعدية من مطر في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية وشمال غرب المملكة العربية السعودية وأيضا في المناطق الجنوبية الغربية من السعودية في منطقة مكة المكرمة والطائف والباحة وأبهى وجزان وأيضا نجران قد تمتد أحيانا إلى الشرق قليلا وأيضا هذه الأمطار تستمر يوم الأحد ليلا لتقترب تقريبا من منطقة غرب الرياض ومنطقة المدينة المنورة وأيضا إلى منطقة التبوك وبتستمر هذه الأجواء الماطرة يوم الاثنين صباحا في المناطق الشمالية الغربية والمناطق الشمالية بشكل عام من المملكة وهذه ناتجة من حالة عدم استقرار الجو زي ما حكينا حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا مع رياح دافئة مشبعة بالرطوبة قادمة من الجنوب تقترب هذه الأمطار من إبريدا وغرب الرياض ومنطقة الطائف وأجزاء مختلفة من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة تشتد الأمطار يوم الاثنين صباحا في المناطق الجنوبية من الأردن والمناطق الشرقية وأيضا مناطق الشمالية الغربية من السعودية تكون غزيرة وتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول في الأودية والأماكن منخفضة وحدوث بعض الفيضانات في هذه الأماكن بالإضافة طبعا إلى رياح نشطة قوية السرعة مثيرة الغبار والأتربي وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وأيضا يوم الاثنين مساء تشتد الأمطار وغزارة الأمطار في المنطقة الغربية لتشمل منطقة مكة المكرمة وغرب الرياض وشمال الرياض ومنطقة بريدة وحائل وأيضا غرب شمال غرب المدينة المنورة طبعا بالإضافة إلى استمرار الهطول في المناطق الجنوبية الغربية وأيضا منطقة مكة المكرمة ولكن إن شاء الله يوم الثلاثاء تخف هذه الحالة تدريجيا في الصباح لكن تشتد مساء في المناطق الغربية من المملكة تشمل المدينة المنورة ومكة وتكون شديدة في منطقة أبا والطائف وأيضا في المناطق الشمالية مسكاك أو عرعر وأيضا هناك زخات رعادية من المطر في منطقة حفر الباطن وبريدة وحائل وإن شاء الله يوم الأربعاء هذه الأمطار تخف تدريجيا فتشمل هذه التقلبات الجوية الواسعة غرب ووسط وشمال السعودية بشكل واضح ومنطقة بلاد الشام وأيضا تشمل مصر الجزء الشرقي من مصر وبعض المناطق الجنوبية وأيضا الجزء الغربي هذه التقلبات تكون على شكل رياح شديد أحيانا مثيرة الوضار والأتربي تدني مدى الرؤية الأفقية أيضا ظهور حالة عدم استقرار جوي نتيجة وجود تعمق غير معتاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وتبريد في طبقات الجو العليا مع أيضا رياح دافع على السطح ورطب تؤدي إلى حالة عدم استقرار جوي وبالتالي ظهور الغيوم الركامية والركام المزني تؤدي إلى سقوط زخات رعادية من مطر في مناطق بلاد الشام وغرب السعودية وشمال السعودية وبعض المناطق الغربية من مصر وأيضا بعض المناطق الساحلية الشمالية من مصر هذه الوضعية الجوية أيضا في البداية تعطينا موجات غبارية في مناطق عدة من الأردن في مناطق عدة من الأردن مطلع هذا الأسبوع نتيجة وجود منخفض جوي خماسيني شمال مصر أيضا ورياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية هذه الرياح قادمة من أماكن صحراوية وقوية مع هبات قوية تصل هباتها أحيانا إلى 70-80 كيلو متر في الساعة هناك إذن موجات غبارية كثيفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وانعدامها أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة وأيضا شمال المملكة العربية السعودية وبعض الأماكن في سيناء وشرق نصر أما الخارطة التي تمثل شدة الهطولات في المملكة الأردنية العاشمية اللول الأخضر زخات رعدية متفرقة أقصى شمال المملكة بيليها زخات رعدية في المناطق الوسطى والشرقية وبعض الجنوبية لكن الزخات الرعدية القوية في جنوب المملكة وتشمل خليج العقبة هاي بتكون زخات رعدية قوية واسعة النطار واللول بنفسجي أيضا زخات رعدية قوية إلى شديد أحيانا واسعة النطار في أقصى جنوب المملكة وهذه العواصف الرعدية القوية واللي بنتج عنها أمطار غزيرة تشمل شمال المملكة العربية السعودية وشمال غرب المملكة العربية السعودية ينتج عنها أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه وجرايان الأودية والسيول وبعض الفيضانات مشاهدينا نتمنى لجميع السلامة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء